السلام عليكم اليوم سنتحدث عن المقاومة المتغيرة وكيفية التعامل معها أثناء تحليل الدواء الكربية المقاومة المتغيرة بشكل أساسي الرمز تبعها كما يلي هذا عبارة عن مقاومة متغيرة ويكون في عنا السلايدر هذا اللي هو السحاب افترض هذه عبارة بكون فيها ثلاث نقاط A, B مثلا وC المقاومة متغيرة بس حاب أحكي بشكل أساسي أنه المقاومة متغيرة نقدر نعتبر أنها عبارة عن مقاومتين على التوالي المقاومة العليا اللي عبارة عن R, A, C زائد المقاومة السفلة اللي عبارة عن R, B, C أو R, C, B هذه عبارة عن قيمة المقاومة المتغيرة بشكل أساسي في المسائل اللي إحنا رح نتعامل معها المقاومة التغيرة بتكون فيها نقطة السي عند ثلاث نقاط بتكون عند النقطة A مثلا فبالتالي تتحول المقاومة المتغيرة لمقاومة كاملة لأنه C بتكون عند A فبصير في عندي هان جميع المقاومة كاملة بتكون هان وممكن أن المقاومة المتغيرة السحاب تبعها يكون عند B فبنتعامل كأنه المقاومة موجودة كلها فوق مش تحت والحال الثالثة إنه المقاومة المتغيرة بتكون في المنتصف فلما تكون المقاومة تغيرت تماماً في المنتصف بصراحة الإشي عبارة عن خطة كيف يعني خطة؟ يعني إذا كانت في المنتصف فعلياً بيكون نصف المقاومة بيكون فوق ونصف المقاومة بيكون تحت طبعاً ممكن تكون ثلاثين وفوق أو 40% فوق أو 40% تحت وإلى آخره لكن هذه الثلاث حالات شكل أساسي الممكن نتطرق لألها أهم إشي إنه إحنا بنحكي عن مقاومة كانها عبارة عن مقاومتين على التوالي والإشي خطة يعني أين بحط السحاب قيمة المقاومة تتأثى تلقائياً بناء على موقع السحاب أخذ مثال عندي مصدر للطاقة عندي مقاومة متغيرة وعندي مقاومة على التوازي مع هذه المقاومة متغيرة طبع عندي هذه النقطة A عندي هذه النقطة B عندي هذه النقطة C هذه نسميها RL L يعني load حمل هذه عبارة عن E 10V مثلاً هنا بنحكي على 5KΩ هنا بنحكي على 10KΩ بدي أوجد التيار الكلي بدي أوجد التيار الكلي بثلاث حالات الحالة الأولى إنه النقطة C عنده النقطة B لما تكون النقطة C تكون عنده النقطة B فبكل بساطة هاي المقاومة متغيرة وهاي النقطة C موجودة هنا وفعلياً كأنه في عندها RL فالC هادي في شغلة احنا ما حكيناها سابقاً هاي الB وهي الC إنه في حال وجود مقاومة يعني هان إذا بتلاحظوا مشبوكة هاد الأرضية أصبحت ال RL مشبوكة على الأرضية فما بيمشي فيها تيار بتاتا تيار فقط بيمشي فيه المقاومة متغير اللي هي عبارة عن RAB وبرده ممكن نضرلها من منظور آخر إنه RL على التوازي مع سيلك لما يكون في عندي مقاومة توازي مع سيلك تلقى إينا التيار بيروح للمنطقة الأسهل عليه الأسهل عليه إنه يمر في السيلك اللي مقاومته صفر فبالتالي التيار اللي بمر في المقاومة RL تقريباً صفر وأي مقاومة توازي مع سيلك بتتحول لصفر ليه؟ لأنه حاصل برضو توازي حقاً يعني ناتج توازي مقاومتين بنحكي إحنا عن حاصل ضربة ما حاصل جمعهم صفر ضرب أي شيء بتلعلي صفر فبالتالي هذا الفرع كله كأنه بيلتغي بصير في عندي I تساوي E على R A B بنحكي على عشرة على عشرة كي واحد ميلي أمبار هادي الحالة الأولى الحالة الثانية با الحالة الثانية بدي إنه C موجودة عند A C أصبحت موجودة عند A هاي A هاي B وهاي C وهادي RL وهادي المقاومة متغيرة طبعا هادي عشرة كي وهادي عبارة عن 5 كي لما تكون C موجودة عند A بصير إنه المقاومة المتغيرة كاملة حاصل على التوازي مع R L فبالتالي R Total بتصير عبارة متما ما حكينا سابقا حاصل ضربهم على حاصل جميعهم نحكي عادين إحنا على 5 كي ضرب 10 كي تقسيم 15 كي الكي مع الكي بيروح بقسم على 5 بيطلع 1 بقسم 15 بيطلع 3 إذن 10 كي تقسيم 3 بنحكي على 3.33 كيلو أوم والتيار بيصير هو عبارة عن E على R Total وتساوي 10 على 3.33 كيلو بيطلع عنا تقريبا 3 ميلي أمبير زينا من الشلطة الحالة الثالثة في هذا المثال إنه أنا بدي أشبك المقاومة المتغيرة عند المنتصف فبيصير عندي الأمر كما يلي عندي RL 5 كي توازي مع 5 كي وبصير في عندي 5 كي فوق هادي السي وهادي الاي وهادي البي ليه؟ أنا حتيتها بالمنتصف فبالتالي المقاومة قيمة أو المقاومة المتغيرة تنقسم نصفين نصف أعلى النقطة C ونصف أسفل النقطة C هادي المسألة بتصير عبارة عن دائرة توالي ككل لكن ضمنها فيه توازي دائما ببلش من المنطقة الأبعد عن مصدر الجهد وببصة الدائرة الـ RL توازي مع 5 كي 5 كي توازي مع 5 كي حسب ما قلنا سابقا إذا كان في عندي مقاومتين متساويتين والعلاقة بينهما التوازي فإن المقاومة المكافئة بتكون نصفهما أو بتدار تستخدمه حاصل ضرب حاصل جمع بيطلع هذه النتيجة هلأ تبقى عندي مقاومة 5 كيلو أوم مع مقاومة أخرى 2 كيلو ونص أوم على التوالي فالمقاومة المكافئة بتكون حاصل جمعهما 7 ونص كيلو والتيار المارهان يساوي E على R توازي 10 على 7 ونص كي ملي أمبر طبعا الكي بتصير فوق ملي والعشر على 7 ونص تحسبوها من طريق الآلة الحاسمة استطراد بسيط في هذا المثال إذا أنا بدي أوجد التيار المار في RL إذا أوجد التيار المار في RL بالحالات هذه بكل بساطة التيار المار في RL لما يكون C عند النقطة B ما فيه تيار بمشي بتاتا ما فيه تيار بمشي بتاتا طيب لما يكون C عند A التيار ينقسم حسب قانون مع تقسيم التيار حسب قانون تقسيم التيار مثل ما حكينا عنه سابقة متقدروا ترجعونه بدرس آخر وكذلك كان برضو التيار بنقسم حسب قانون التيار بس المقابلة المكافية للRL بتكون 5K وهيك حكينا احنا عن المقاومة المتغيرة وكيف أنا بستخدمها بالتحليل وشكرا كتير لكم